اشتركوا في القناة نحو المناطق الشمالية الشرقية ايضا صحوب عابرة على منطقة الصورة في مسلاش هذه الصحوب تدريجيا ليبقى الصفاء والاستقرار يميز باقي مناطق الوطن عن حالة الطقس المرتقبة لظاهرة اليوم مشاهد نستكون الاجواء بحول الله معاشات مع تشكل بعض الصحوب الخفيفة على معظم المناطق الشمالية وحتى الداخلية الشرقية والوسطى وصون المناطق الشمالية وحتى الوسطى للصحراء مع تشكل صحوب كثفة عن المناطق الداخلية الغربية وجنوب الوحاد نرتقي بذلك تشكل صحوب كثفة باقصى الجنوب تكون هذه الصحوب مصحوبة بخلايا رعدية وامطار درجات الحرارة المسجلة لظاهرة اليوم 22 درجة بعنب 25 درجة بالجزاء العاصمة وحتى ورن 21 درجة ببت 24 درجة بالجلفة 20 درجة بالبيت 30 درجة بكل من ورقلة وحتى عنصال 28 درجة بغردية وتندوف 18 درجة ببشار 31 درجة بكل من إليزي وحتى تامانرس نامور إذن إلى حالة التقصى المتوقعة لهذا المساء مشاهدين ستكون الأجواء مغشات على المناطق الشمالية الوسطى وحتى الشرقية وصف المناطق الداخلية الشرقية والوسطى وحتى شمال الواحد وشمال ووسط الصحراء وأقصى الجنوب مع تشكل صحوب كثفة على المناطق الشمالية الشرقية وحتى الداخلية نرتقي بيضا تشكل صحوب كثفة مصحوبة بأمطار بالنسبة للمناطق الشمالية للصورة أما بالنسبة لجنوب الصورة ستكون الأجواء صافية ومستقرة صحوب كثفة دائما تميز المناطق الجنوبية الشرقية للصحراء درجات الحرارة المسجلة لأمسية اليوم مشاهدين 20 درجة بعنا بات 22 درجة بالجزاء العاصمة وهران 18 درجة بباتنا 20 درجة على الجلفر 14 درجة بالبيت 29 درجة بالنسبة لورقلا 27 درجة بغردية 20 درجة على بشار 27 درجة بالنسبة لتندوف 30 درجة كأقصى حد معين صالح 28 درجة بإيليزي و25 درجة بيتامان الأسطعان الملاحة والصيد البحري البحر سيكون إذن هادئ إلى محتدل بالنسبة للسواحل الشرقية وفق رياح شمالية غربية تصل سرعتها من 10 إلى 15 كم في ساعة عن السواحل الوسطى سيكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب نتيجة رياح غربية تصل سرعتها من 10 إلى 20 كم في ساعة الغربية البحر سيكون من قليل الاضطراب إلى هادئ جويف قريح شمالية تصل سرعتها من 25 إلى 30 كم في الساعة كالمحتد نختم نشرة أحوال التقس بالمعلومات الفلكية غروب الشمس بالجزاء العاصمة وضوحيها سيكون بحول الله على الساعة السادسة و37 دقيقة بهذا مشاهدنا نختم نشرة أحوال التقس شكرا لكم على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة